صدر عن مجلس الافتاء الاعلى في الجمهورية العربية السورية البيانة التالي بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل العمران وقال تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله البخاري ومسلم وقال عيناني لا تمسهم النار عين فاضت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الطبراني وقال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل اهله فهو شهيد السنن ابناء سوريا الابية ابناء امتنا العربية والاسلامية في ظل الاوضاع التي تشهدها الجمهورية العربية السورية من حرب شنت على الوطن من عدد من الدول التي تريد تمزيق الامة العربية والاسلامية ومن خلال استهدافهم لمواقف سوريا الداعمة لحرية القرار الوطني والكرامة الانسانية والمقاومة البلد الذي ظل شامخا عبر قرون من الزمن في مواجهة العدوان الصهيوني وسياساته التوسعية ان استهداف شعبنا السوري وجيشنا الباسل ما هو الا استهداف للصمود والمقاومة واليوم شعبنا يقدم خيرة ابنائه للدفاع عن سوريا وشعبها ضد الغطرصة والاذلال والتبعية والتجزئ للمنطقة فهم يريدون تفتيت سوريا كما فعلوا بعدد من الدول الاخرى من خلال ذلك كله فان مجلس الافتاء الاعلى في الجمهورية العربية السورية يهيب بشعبنا العربي السوري القيام بالواجب الشرعي اولا ان الدفاع عن سوريا الموحدة وعن الشعب السوري فرض عين على جميع ابناء شعبنا كما هو فرض عين على جميع الدول العربية والاسلامية ونناشد شعبنا في سوريا للوقوف صفا واحدا مع جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة وندعو ابناءنا للقيام بفريضة الالتحاق بالجيش العربي السوري لالدفاع عن وطننا الذي باركته السماء ودعا له امام الانبياء ونحذر من الوقوف في وجه جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة حيث يعد ذلك خيانة ومساهمة في اضعاف قوته التي اعدت وما تزال للمعركة الفاصلة ضد الصهاينة ومن يقف وراءهم مما يساهم في تحقيق اهداف العدو ثانيا لداء محبة لابنائنا في الجيش العربي السوري وانتم تخوضون المعارك في الدفاع عن شعبنا وامتنا بمراقبة الله عز وجل في جهادكم ودفاعكم عن سوريا رفعا لكلمة الله والحق في وطننا الغالي حماية الارض والوطن والعرض والمال فالجندية مسئولية ايمانية ووطنية فحافظوا فيها على دماء الابرياء وقداسة الارض والعرض وليكن اوقوفكم مع شعبنا السوري وقفة حماية ورعاية لثروتنا الانسانية والاقتصادية والثقافية والتاريخية ايدكم الله بنصره ووفقكم لما فيه خير البلاد ووحدة ارضنا وامان شعبنا بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اهل عمران صدق الله العظيم اللهم احفظ بلاد الشام واهلها وجيشها بحفظك وايدنا اللهم بنصر ومدد من عندك دمشق ما نوع عشرين الثاني الف اربعمية واربع وثلاثين الموافق لعشرة ثلاثة الفين وتلطعش المفتي العام رئيس مجلس الافتاء الاعلى في الجمهورية العربية السورية الدكتور احمد بدردين حسون